في القاهرة لكن هل باعتقادك بالإمكان الحفاظ على هذه الصيغة وعلى هذه المعادلة وفق المناخ والقراءة السائدة كذلك في القاهرة والرسائل الهامة التي جرى الإشارة إليها اليوم هل بالإمكان الحفاظ على هذا المبعد لهذا اليوم مع الحفاظ كذلك على فتورة وأكلاف ليست بالكبيرة في صفوف الفلسطينيين باعتقادك يعني أنا أتفق مع الدكتور أحمد يوسف في أنه مثل هذه الأمور قد لا تستطيع حماس التحكم فيها بشكل كامل هنا يعني يشارك في المشهد مجموعة من الفصائل وهذه الفصائل وهناك أيضا شباب شباب لديهم حماسة ويعني رغبة فيه الصقر من سنوات الاحتلال السبعين وسنوات النجبة وسنوات التشرد وبالتالي فالحفاظ على أي صورة من الصور خلال الأيام القليلة المقبلة أمر في غاية صعوبة ولعلنا رأينا نموذج ما حدث يوم الجمعة الماضي في حالة الهجوم التي حدثت على معبر كرم أبو سالم وتدمير الجانب الفلسطيني منه وهو ما أدى إلى وقف إمدادات الوقود والحصمة وغيره ربما الأجل غير مسمى هذا كان مجرد نموذج لكن ماذا قد يحدث عندما يندفع عشرات وربما مئات الألاف إلى الحدود خلال الأيام القليلة المقبلة من الذي يضمن أن لا يكون بينهم عناصر سلفية متشددة تحاول أن تصطدم بالإسرائيليين تحاول أن تهاجم مستوطنات وما إلى ذلك هنا قد تحدث كارثة للجميع لأن إسرائيل تخشى وتخاف مما يحدث والخائف قد يفرد في العنف والإرهاب وبالتالي قد يحدث سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحة المسألة إذا كانت مجرد عمليات مسيرات محدودة العدد يتم السيطرة عليها لكن عندما تخرج أعداد كبيرة لا أحد يضمن ماذا سيحدث وبالتالي قد تخلط الأوراق خلطا كاملا وحسب المعلومات المتدولة إسرائيل لديها سيناريوهات صعبة جدا منها سيناريو أنه إذا شعرت بأن الضغط كبير عليها على الحدود ستهاجم في العمق والسيناريو المتاح الأكثر هو القناصة الموجودين على الحدود وسيناريو استخدام أنواع سيئة جدا من الغازات ضد المتظاهرين السلميين الذين سيحاولون عبور الأسلاك إذا لا أحد يستطيع أن يضمن أن تسير الأمور عند وطيرة منضبطة وشبه مؤكد أن الأمور ستنفالت إذا تركت بشكل غير منظم بشكل كبير جدا ولابد أن تكون لكل مجموعة صغيرة مسؤول يستطيع أن يتحكم في حرقاتها وإلا فستكون هناك النتائج سيئة ترجمة نانسي قنقر